اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلبة في درس جديد من دروس علم الكيمياء والذي سيكون حول الذوبانية وعلاقة PH اعزائي الطلبة تؤثر قيمة PH على الذوبانية بشكل واضح فمثلا لو اخذنا مجي أوتش باي تو في محلوله المائي هذا قاعدة شحيحة تبرك كملح شحيح اللحظ ان OH حينما يضاف تركيز من OH سيسبب زيادة في تركيز ايوانات الOH مما يجعل التفاعل ينحرف بالاتجاه العكسي الاتزان يكون بالاتجاه العكسي ويسبب زيادة في ترسيب القاعدة مجي أوتش باي تو اما حينما نضيف H موجب الى هذا المحلول محلول الملح الشحيح راح يتحد مع الOH ويكون ما لذلك يسبب نقصان في الOH يعني حينما يضاف حامض مثل HCR راح يوفر لي ايوانات H الموجب هاي الايوانات تتحد مع الOH السالب وتكون ما هذا يجعل الاتزان ينحرف بالاتجاه الذي يحاول ان يقلل من تأثير هذا النقصان بالاتجاه الامامي لذلك راح يزيد الملح الشحيح من ذوبانيته لسد النقص الحاصل وبالتالي تزداد الذوبانية اما حينما يضاف OH هاي الOH السالب ستسبب زيادة بتركيز الOH اللي يجعل هذا الاتزان ينحرف بالاتجاه العكسي لذلك راح يقل او تقل ذوبانية الملح الشحيح وتقل الذوبانية اذا حينما اجد قيمة PH لملح شحيح من خلال قيمة PH اقدر اعرف مقدار الذوبانية اقدر اعرف مقدار الذوبانية فالعلاقة تصبح كي اس بي يساوي ام جي اوس واحد تركيز ايوانات الام جي في تركيز ايوانات الو اتش السالب اوس اثنيا مرفوع لا اوس يومة المولات هاي الاو اتش استطيع معرفتها منيا من خلال قيم PH راح ناخذ مثال ونوضح من خلاله علاقة ال PH والذوبانية راح ناخذ مثال واحد وعشرين خمسة احسب الذوبانية المولارية لهايدروكسيد الماغنيسيوم ام جي او اتش باي تو في محلوله الماء نعم درجة حموظته تساوي عشرة عدد صحيح بوينت خمسة علما ان كي اس بي تساوي واحد بوينت ثمانية في عشرة سالب 11 تبعي عزيز الطالب منطيني ال Mg OH by 2 ومنطيني درجة حموظته يعني ال PH لانه ال PH هو مقياس الحموظة او الدالة الحامضية راح اكتب معادلة الملح الشحيح Mg OH by 2 صلب تفكك الى Mg موجة بثنين زاعدا 2 OH السالب هنا منطيني ال PH من خلال ال PH اقدر اجد ال P OH P OH يساوي 14 ناقص PH ويساوي 14 ناقص 10.5 ويساوي 3.5 هاية P OH من خلال ال P OH اجد التركيز ال OH السالب اللي حيسوي لي 10 و السالب P OH ويساوي لي 10 و السالب 3.5 واللي راح تكون النتيجة 3.1 في 10 و السالب 4 مول الى لتر هنا اوجدت تركيز ايونات ال OH هنا اقدر اربط تركيز ايونات ال OH بتركيز ايونات ال Mg من خلال علاقة KSB واجد الذوباني حيث ان KSB حيساوي لي تركيز ايونات ال Mg موجة باثنية اللي هي مول واحد من الايونات في تركيز ال OH السالب اللي اوجدته من خلال ال P H وتساوي هنا طبعا تركيز راح تتمثل الذوبانية وهنا تركيز ال OH السالب اللي هو طلع 3.1 في 10 السالب 4 الكل تربيع ويساوي KSB من طلعا 1.8 في 10 السالب 11 راح تجد ال S يساوي 1.8 في 10 السالب 11 على هذا الرقم الكل تربيع 3.1 في 10 السالب 4 الكل تربيع وتساوي الذوبانية 1.9 10 السالب 4 مول الى لتر عزيز الطالب يمكن طبعا هذه الذوبانية خلي نسوي تحقق او نسوي مقارنة راح اجد الذوبانية لنفس هذا الملح لو كان لوحده يعني هنا انطاني pH 10 ونص راح اشوف راح اشوف راح اشوف مقارنة راح اجد ال KSB لو كان الملح هذا لوحده يعني ما منطيني خيمة pH في محلوله الماء المشبع KSB راح يساوي لS S1 في 2S تربيع ويساوي 4S تكعيب ال KSB هو 1.8 في 10 السالب 11 هنا طبعا اقسم على 4 S تكعيب يساوي لي 1.8 في 10 السالب 11 خلينا سوي 18 في 10 السالب 12 حتى اقدر اجذرها تكعيبيا على 4 حتى اجد تكعيبيا ال 18 الى 4 تقريبا على 2 9 وعلى 2 4.5 راح يكون ويساوي 4.5 في 10 السالب 12 هنا فقط ال S تكعيب اذا ال S راح يساوي لجذر التكعيبي لهذه القيمة جذر التكعيبي لل 4 ونص في 10 السالب 12 الجذر التكعيبي لل 4 ونص في 10 السالب 12 الع서 السالب 12 جذر التكعيبي ما لاته 10 السالب 4 بس الجذر التكعيبي للأربعة ونص تقريبا تقريبا واحد بوينت ثمانية تقريبا في عشرة تقريبا يعني واحد ما عدنا احنا يعني فقط نضرب نضرب نحاول واحد بوينت ثمانية ثلاث مرات نشوف واحد بوينت ثمانية في واحد يعني فقط الجذر التكعيبي للأربعة ونص في عشرة والسالب وثمعش رح بقي الرقم كما هو رح بقي الجذر التكعيبي للأربعة ونص في عشرة والسالب أربعة هذا الرقم رح تطلع لي الذوبانية في لو كان الملح الشحيح لوحده يعني هذا لو كان هذا الرقم يطلع لي فقط لو كان الملح الشحيح لوحده ونجد مقارنة ما بين هذه القيمة وهذه القيمة لمعرفة التغير الحاصل في الذوبانية حينما يتواجد مع الملح الشحيح محلول أو تركيز لأيوانات اله أو اله اللي رح تأثر لي على الذوبانية أيضا ناخد سؤال آخر اللي هو تمرين عشرين خمسة طبعا هذا التمرين أيضا يوضح لي علاقة الذوبانية بـ pH وأيضا نشوف مدى تأثر الذوبانية حينما تتأثر قيمة pH قيمة pH قد تتأثر من خلال إضافة مزيد من أيوانات H الموجب أو مزيد من أيوانات OH السادب خلنشوف هذا التمرين عزاء الطلبة تمرين عشرين خمسة احسب ذوبانية هيدروكسيد الخارصين زت أن أو أش باي تو في محلول ثبتت حامضيته عند ألف pH يساوي ستة باء pH يساوي تسعة علما أن ثابت حاصل الإضافة علما أن كي أس بي لزت أن أو أش باي تو يساوي واحد بوينت اثنين في عشر والسادب سوى طعش طبعا هذا السؤال مهم لمعرفة تأثير الـ pH على الذوبانية في طيني pH مختلف pH ستة و pH تسعة وريد نشوف الذوبانية مدى تأثرها عند اختلاف قيم pH رح نأخذ الملح الشحيح زت أن أو أش باي تو هذا صلب رح يتفكك إلى زت أن أو أش باي تو ذائب وهذا زت أن موجب ثين زائد أن تو أش السالب هنا تساوي لي زت أن زائد اثنين في تركيز أيونات الأو أش السالب أس اثنين ويساوي لي هذا واحد بوينت اثنين في عشر والسالب بسبوع طعش يساوي لي تركيز الزت أن اللي هو الذوبانية في تركيز أيونات الأو أش السالب اللي هو عشر والسالب ثمانية لكل تربيع وتساوي لي الذوبانية S في عشرة السالب 16 وهذا 1 .2 في عشرة السالب 17 إذن الذوبانية هنا ستساوي لي 1 .2 في عشرة السالب 17 على 10 السالب 16 ويتساوي لي 1.2 في عشرة السالب lev هذا 1.2 في عشرة السالب 1 هذا مضبوط شوف راح نباوح شوف شون 1.2 في 10 وسالب 1 أو 12% في 10 وسالب 2 مولتولتر هاي الذوبانية حينما تكون pH يساوي 6 هنا نفس الموضوع راح ناخذ في قيمة مختلفة لPH pH يساوي 9 حينما يكون pH يساوي 9 هنا pH راح يساوي لي 14 ناقص 9 ويساوي لي 5 إذا تركيز OH السالب هيساوي لي 10 وسالب pH ويساوي لي 10 وسالب 5 مول إلى لتر أو مولاري نفس العلاقة KSB يساوي لي تركيز ZN زاد 2 في تركيز الOH السالب لكل تربيع ويساوي تركيز الOH هذا ZN زاد 2 هو الS تركيز الOH هو 10 وسالب 5 كل تربيع ويساوي لي 1.2 في 10 وسالب 17 اللي هو الKSB إذن S هيساوي لي 1.2 في 10 وسالب 17 على 10 وسالب 10 ويساوي لي 1.2 في 10 وسالب 7 مولاري هنا لاحظ عجزة الطالب الذوبانية كانت 1.2 في 10 وسالب 1 كانت قيمة كبيرة انخفضت صارت 1.2 في 10 وسالب 7 هذا الانخفاض سببه زيادة في تركيز ايونات الOH السالب في المحلول لذلك راح ينحرف التفاعل بالاتجاه العكسي حيث تقل الذوبانية إذن هذا قيم pH انطل انطباع على أن الذوبانية قلت بسبب زيادة في تركيز ايونات الOH السالب كما وضحت في بداية الدرس أنه الذوبانية تتأثر حينما يضاف H أو OH إلى المحلول المائي للملح الشحيح وحينما زادت القاعدية يعني أن هناك زيادة في تركيز ايونات الOH السالب انحرف الاتزان بالاتجاه العكسي لذلك قلت الذوبانية وهذا مثال يوضح الذوبانية في قيم pH مختلفة ايضا ناخذ تمرين اخر طبعا احنا سؤال 8 نعم سؤال راح ناخذ سؤال هذا السؤال ايضا يوضح علاقة pH بالذوبانية نعم سؤال نعم احسب pH لمحلول لمحلول هيدروكسيد الخارسين الخارسين زت او اتش باي تو نعم في محلوله المائي اذا علمت ان كي اس بي زت زت او او اتش باي تو يساوي واحد بوينت اثنين في عسر والسالة وسبعة عش هذا يعني السؤال اعطي الملح واعطيه ثابت حاصل الاذابة واريد حساب قيمة pH هنا راح زت او اتش باي تو يتفكك صلب الى زت او زاد اثنين زاد 2 او اتش السالب هنا علاقة ثابت الاتزان يمكن تطبيقها وإيجاد تركيز ايونات الو اتش السالب واذا لي تركيز ايونات او اتش السالب اقدر ايجاد البي او اتش ثم بي اتش اذا من خلال الو اتش السالب استطيع حساب البي اتش في هذا السؤال اريد حساب بي اتش محلول هيدروكسيد الخارصي بعد طبعا في محلوله المائي واعطيه ثابت حاصل الاذابة اقدر اطبق العلاقة اقول كي اس بي حيساويلي تركيز زت ان زاد 2 في تركيز الو اتش السالب لكل تربية ويساويلي الكي اس بي واحد بوينت اثنين في عصر السالب 17 هيساويلي اس اللي هي الذوبانية طبعا هو رايد بي اتش ورايده رايده في محلول الماء المشبع اس اس واحد في 2 اس اس 2 ويساوي 4 اس تكعيب هنا اجد الاس مباشرة اس تساوي 1 بوينت 1 هذا هو الاس الـ 2 اس تساوي وتساوي تركيز الو اتش السالب تساوي 2 في 1 1 بوينت 1 تسعة في عصر والسالب ستة 2 بوينت 8 في عصر والسالب ستة يعني هذا تركيز الـ نقدر نجد الـ 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 يساوي لي سالب لوق هذه القيمة تركيز الـ السالب ويساوي سالب لوق الـ 2 بوينت 8 في عصر والسالب 6 نقدر بالتقريب هذا نعتبر ثلاثة يعني رح يصير 6 ناقص لغارة من ثلاثة ويساوي 6 ناقص لغارة من ثلاثة هو 0 بوينت 4 تقريبا 0 47 ونعتبر 0 4 ويساوي 5 بوينت 6 بالعشرة هذا اوجد الـ 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 يساوي لي اجد pH للمحلول للماء المشبع هذا لو اضيف نفس هذا الموضوع لو اضيف محلول لقاعدة قوية مثلا رح نجد ان تركيز الـ الـ سالب رح يختلف يعني نفسه نقول لو اضيف 0.1 مول من من القاعدة الضعيفة من NaOH هاي القاعدة قوية الى الملح الشحيح هذا طبعا اش راح يصير راح ايونات الـ OH السالب ماذا تفعل راح تزيد تركيز ايونات الـ OH السالب في المحلول وهذه الزيادة راح تسبب ايون مشترك لذلك راح ينحرف التفاعل بالاتجاه المعاكس لذلك اضافة كمية من قاعدة قوية مثلا الى نفس المحلول سيتؤثر على تركيز OH السالب وتغير من قيم PH وينحرف الاتزان بالاتجاه المعاكس حيث يقل ذوبانية الملح الشحيح ويزداد ترسيبة هذا بإمكاننا انه نسوي حسابيا بإمكاننا انه نسوي حسابيا ونشوف تأثيره على المحلول شفاني لأضافة O.1 مول يعني O.1 مولاري هذا راح يصير O.1 هذا راح يصير 2S فتحة راح يصير S فتح شوف هذا التأثير شون هيكون يعني راح يكون KSB هيساوي لي هذا التركيز ZN زاد اثنين في تركيز في تركيز مقارنة مقارنة بهذا O.1 لذلك هذا يهمل هذا يهمل هنا KSB من طينية 1.2 في 10 وسالب 17 17 تركيز مقارنة فإذا كانت قيم OH السالب كبيرة هذا يعني أن الاتزان متجه بالاتجاه العكسي والذوبانية راح شئ أكيد تقل أما إذا كان التركيز أيونات OH السالب قليلة في المحلول هذا يعني أن الملح في الشحيح في حالة الذوبان وأن الذوبانية ستكون كبيرة فعلاقة PH بالأملاح الشحيحة هي علاقة مهمة وتطيني فكرة عن طبيعة الاتزان وطبيعة المحلول للملح الشحيح أعزاء الطالب أعتقد أنه الأمثلة التي أخذناها والأسئلة التي أخذناها وضحت بشكل كبير علاقة PH بالأملاح الشحيحة ولذلك أنا طبعا أتمنى أنه تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة وأشكر الست عواطف الإبراهيمي المشرفة العلمية والكادر المرافق على أمل أن ألقاكم في دروس قادمة إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة